اهلا بكم اصيبتنا عشر طفلا جراء قصف شنة ميليشي الحوثي استادف حيا سكانيا في تاعز شهد عيان قالوا ان ميليشي الحوثي قصفت حيا الروض السكاني بقذيفة هون رغم سريان الهدنة الاممية وضحت مصادر طبية ان اثنين عشر طفلا وصلوا الى قسم الطوارئ بمستشفى الروضة مشيرة لان الاصابات متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة وخفيفة مبينة الحالات الحارجة نقلت الى غرفة العمليات الى ذلك طالبت الحكومة المجتمع الدولي والمبعوثين الاممي والامريكي بمغادرة مربع الصمت وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشي الحوثي لوقف استهداف المدنيين ورفع الحصار فورا عن تاعز ودان وزير الاعلام معمر اليريان جريمة استهداف الميليشي بعدد من قذاف الهون في حي الروضة بتاعز ما اسفر عن اصابة اكثر من عشرة اطفال وبيّن ان هذه الجريمة التي وصفها بالنكرى تؤكد تحدي الحوثيين للمجتمع الدولي وعدم اكتراثهم للدعوات والجهود الدولية التي تبذلها للتهديئة ووضع حد لمعاناة المدنيين من جانبها كشفت ميليشي الحوثي عن مشاورات تجري في عمان بحضور المبعوثي الأممي تناقش جوانب عدة من بينها الملف المالي وذكرت وكالة سباء الخاضعة الميليشي أن رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور ناقش مع نائب محافظي البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين أحمد لطفي آخر التطورات في مشاورات مسقط بين وفد الجماعة والأطراف الأخرى دون تسميتها ووفق الوكالة وضعت الميليشي في المفاوضات ضرورة توحيد دارة البنك المركزي مشيرة لأن موضوع مرتبات الموظفين كان من ضمن أولويات النقاشات كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الاجتماع المقبل بين السعودية وإيران سيعقد في بغداد بشكل علني على مستوى زراء الخارجية وضح حسين في تصريحات أوردتها شابكة رودو الكردية نولي العادة السعودية طلب من بلاد استضافة لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره إيراني في بغداد مشيرا لأن موعد الاجتماع سيحدد لاحقا وخلال الفترة الماضية استضافة بغداد محادثات بين الرياض وطهران تمحورت حول إعادة العلاقات الدبلوماسية المنقطعة بين البلدين وغيرها من الملفات الإقليمية أبرزها اليمن اتهمت منظمة حقوقية ميليشيا الحوثي بعد مواطن في الحديدة بعد ثلاثة أيام من اختطافه وكشفت منظمة رايتس رادر لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر محلية في مديرة حيس بالحديدة أن المواطن محمد حميدان وجد مقتولا في إحدى المناطق الزراعية بعد أيام من اختطافه من قبل ميليشيا الحوثي وطالبت المنظمة البعثة الأممية في الحديدة بالتحقيق في المعلومات التي تفيد بإعدام الحوثينا المواطن حميدان بعد اختطافه من منزله بقرية كيدة بمديرية حيس في أمان الله اشتركوا في القناة